السلام عليكم ورحمة الله هبدأ معيكم بإذن الله شرح الهيكل Inspire Science Grade 8 عندنا أول موديول اللي هو Electromagnetic Force من اسمه كده هنتكلم عن Electric Force وال Magnetic Force فهو دق بال Magnetic Force طالب من نقو ايه في الهيكل طالب المagnetic domains ايه هو المagnetic domains مبدئيا لازم نعرف ان كل المواد بتتكون من بورتكلز صغيرة جدا اسمها Atoms Atoms او ذرات كل اتم فيهم عندها المagnetic field الخاص بيها او المجال المغناطيس الخاص بيها تمام طيب في بعض الماتيريالز الاتمز دي بتكون بتكون موجودة في جروب in Magnetic Domain او بتكون مجمع كده في Magnetic Domain ايه هو المagnetic domain او يعني ايه الاتمز بتكون مجمع في Magnetic Domains يعني كل الاتمز بتكون بصة او متجاه in the same direction يعني معنى المagnetic domain هو ان الاتمز المغودة في الماتيريال بتكون point in the same direction طالما الاتمز كلها بتبص في نفس الاتجاه يبقى كده الاتمز grouped in Magnetic Domain عندنا الماتيريال نوعين Magnetic Materials و Non-Magnetic Materials Non-Magnetic Materials كده كده ما عندهاش او الاتمز فيها مش بتكون موجودة في groups in Magnetic Domain او مش بتكون grouped in Magnetic Domain تمام يعني المagnetic Materials Non-Magnetic Materials بتكون ايه بتكون الاتمز زي مثلا القم او المش ده والمش ده بلاستيك فهو مش ماجنتيك ماتيريال الماجنتيك ماتيريال اللي هي شاملة الارون والناكل والكوبلت وهكده دي بتكون اسمها ماجنتيك ماتيريال لكنه الماجنتيك ماتيريال زي البلاستيك الربر اي مواد من دي فهنا زي ما انت شايفين ان الاتمز او الزرات الزرات قلنا بتكون بتحتوي على ماجنت فهي بتعامل او بتاكت كأنها مانطيس واحنا عارفين المانطيس للسايد ان وسايد اس تمام فهنا الاتمز كل سايد فيهم بيبص في اتجاه مختلف عن الاخر تمام يبقى هنا مفيش ماجنتيك دومين لنان ماجنتيك ماتيريال تمام الماجنتيك ماتيريال بتنقسم لنوعين تمام نوع اللي هو برضو الاتمز بتاعتها ما بتكونش في نفس الاتجاه ما بتكونش متجهة في نفس الاتجاه يعني هتلاقوا هنا الان والاس كل واحدة فيهم فيه اتجاه مختلف فكده الاتمز بتاعتها ما عندهاش ماجنتيك دومين طيب نيجي بقى للماجنت نفسه المانطيس نفسه دي الحالة الوحيدة اللي بيكون فيها الاتمز كلها بتبوينت هتلاقوا كل الان في نفس الاتجاه وكل الاس كمان في نفس الاتجاه تمامي يبقى دي الحالة الوحيدة اللي عندنا الاتمز فيها بتبص في نفس الاتجاه هي حالة الماجنت طيب فيه احنا ممكن نخلي المصمار ده المصمار ده من ضمن الماجنتيك ماتيريال لانه من الحديد ممكن نخلي المصمار ده المصمار ده يخلي الاتمز كلها تبوينت ازاي ان احنا هنجيب المصمار ده نعمله ربد او احتكاك مع المغناطيس مرات عديدة نعمله احتكاك مع المغناطيس نيجي نلاقي المسمور ده اتحول لمغناطيس بقى مغناطيس اساسا وبقى قادر ان هو يجذب الاشياء يعمل لها وكمان قادر ان هو يخلي الاتمز كلها يبقى دي الحالة الوحيدة اللي تخلي وتجذب المواد المغناطيسية وتخلي الاتمز كلها عندهم مغناطيك دومين امتى لما نخلي المغناطيس مؤقت امتى بيكون مغناطيس مؤقت لما بيكون قريب منه مغناطيس اخر يعني ده مثلا النيل ده بجوار منه مغناطيس فطول ما المغناطيس بجوار منه او بجانبه هتلاقي المغناطيس ده بيتصرف كاينه مغناطيس بيجذب البيبر كلابس وكمان بيخلي الاتمز كلها تبص في نفس الاتجاه مجرد ما بعدت المغناطيس عنه زي الصورة التانية دي فالمسمور فقد قدرته على الجذب فقد انه كونه مغناطيس مبقاش مغناطيس خلاص عشان كده بنقول عليه مغناطيس مؤقت امتى لما بنقرب منه مغناطيس فقط طيب مغناطيس امتى نخلي المغناطيس ده نخليه زي ما انا لسه الى الكفوة نحن هنجيب المغناطيس نعمل له ربد نجيب المغناطيس قصدي نعمل لها ربد مع المغناطيس فإيه اللي يحصل المغناطيس تتصرف كأنها مغناطيس وتعمل اتراكشن للمواد وكمان تخلي الكل الاتمز الموجودة في المواد تبص في نفس الاتجاه تمام طيب فيه طريقة تانية يعني فيه طريقة تانية غير ان احنا نعمل احتكاك للنيل مع المغناطيس فيه ان احنا ممكن نسخن الماجنتيك ماتيريال يعني نجيب النيل ونسخنه على درجة حرارة عالية وبعد كده نسيبه يبرد يحصل له كولين على مغناطيس قوي اه او اه 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 فيه نسيبه يبرد في مجال مغناطيسي بجوار مغناطيس اه عشان المغناطيس بيكون اه بجواره ماجنتيك فيلد فان احنا هنسيب المغناطيس اللي هو النيل يبرد في مجال مغناطيسي قوي فده بيخلي النيل ده يتصرف كأنه تمام ده الفرق ما بين التمبريري ماجنت والبيرمنانت ماجنت طيب عندنا الالكتريك فورس وعندنا نوعين الالكتريك فورس دي اللي هي بتتكلم عن اللي تشارجز بقى ملهاش علاقة بالماجنت لقليها علاقة باللتشارجز عندنا البوزيدف تشارج والناجتف تشارج طبعا احنا عارفين ان اي حاجة متشابهة بيحصل لها ايه او تنافر واي حاجة مختلفة بيحصل لها او تجاذب فلو عندنا اتنين آآ بوزيدف تشارج هما الاتنين بيحصل ما بينهم ايه بيحصل ما بينهم عندنا اتنين ناجتف كمان بيحصل ما بينهم او تنافر عندنا بوزيدف وناجتف بيحصل ما بينهم تجاذب يبقى هنا ال-positive وال-negative بيقربوا من بعض عشان بينجذبوا لبعض لكن negative و negative بيبعدوا عن بعض positive و positive بيبعدوا عن بعض ال-electric force وال-magnetic force هما الاتنين non-contact force يعني ايه non-contact force يعني ان هما بيأثروا على الأجسام من غير ما يلمسوها بيأثروا على الجسم من غير ما يلمسوه ده بسبب ايه بسبب وجود الفيلد حوالين ال-electric force او المagnetic force ايه هو الفيلد ده الفيلد ده هو invisible region او منطقة غير مرئية محيطة بال-charged object الجسم المشحون احنا الوقت نتكلم على فهي invisible region محيطة بالجسم المشحون بتأثر بقوة بتأثر بقوة كهربية على جسم مشحون بدون ما تلمسوه بتأثر على جسم مشحون اخر بدون ما يلمسوه بعض يعني الجسمين ما بيحصلش بينهم تلامس تمام طيب زي الصورة دي هنا هي لمسة جسم مشحون الجسم ده مشحون تمام فالشحنات المجابة انتقلت لجسمها وبعدين انتقلت للهير بتاعها فاحنا لسه قايدين ان الشحنات المجابة بيحصل ما بينها ريبلينج فكل شحنة فيهم عملت ريبلينج مع الشحنة التانية وإيه اللي حصل خلت ان كل هير يبعد عن الهير التاني او كل شعرة يبعد عن الشعرة التانية فخلت شعرها بالشكل ده تمام ده بسبب ان هي جسمها ملامس لجسم اخر مشحون فالشحنات المشابهة عملت ريبلينج لبعضها فبالتالي خلت الشعر بتاعها يتباعد عن بعضه بعد كده عندنا الفرق ما بين Charged Object و Neutral Object امتى اقول ان الجسم ده مشحون وامتى اقول الجسم ده متعادل كهربيا الجسم ده مشحون كهربيا وجسم متعادل كهربيا الجسم المشحون بيكون الامونت بتاعت اللي Charges فيه ما بتكونش متساوية يعني ايه يعني مثلا يكون الPositive مثلا اكتر من الNegative او الNegative اكتر من الPositive فاحنا كده بنقول عليه ايه بنقول عليه الجسم ده Electrically Charged Object الجسم مشحون كهربيا طيب Neutral Charge بيكون فيه Equal Amount of Positive Charge and Negative Charge نفس عدد الPositive هو نفسه الNegative فالجسم ده بيكون اسمه ايه Electrically Neutral Object تمام طيب بعد كده جايب لي تعريف الInduction ايه هو تعريف الInduction او الحث الInduction ان انا بقدر اشحن جسم بدون ملمسه بدون تلامس يعني انا بقدر اخلي الجسم ده مشحون شحنة معينة بدون ما يتم التلامس ازاي؟ ان احنا بنجيب مثلا هو جايب هنا بالونة مشحونة بشحنة سالبة يعني عدد شحنات سالبة اكبر من الموجبة وكان بلونة وجنبها كان فلما البلونة تكون مشحونة شحنة سالبة هتجذب انهي شحنة بتعمل Attract لانهي شحنة بتعمل Attraction للشحنات الموجبة مش هي سالبة يبقى تعمل Attraction للشحنات الموجبة فهتخلي الشحنات الموجبة تقرب تقرب من البلونة والشحنات السالبة تعمل ايه؟ تبعد بعيد عن البلونة هنلاقي الشحنات السالبة رجعت ورا كده آآ او رجعت في خلف الكان طيب هنيجي نقرب كان تاني جبنا كان تاني وقربناه من كان الاول تمام ايه اللي حصل؟ الشحنات السالبة اللي كانت رجعت في الخلف هنا هترجع في الخلف اكتر يعني هترجع اكتر تمام؟ رجعت في الكان التاني في اخر الكان مجرد ما الشحنات السالبة انتقلت لالsecond كان حصل ايه حصل تمام فانا انفصلوا و ايه اللي حصل بقى الجسم الاول مشحون شحنة موجبة وجسم التاني مشحون شحنة سالبة بدون ما يتم التلامس نهائي كل ده بسبب ايه بسبب ان انا قربت بالونة او جسم اي ان كان الجسم بس جسم مشحون شحنة سالبة فحصل ايه فعمل للشحنات الموجبة قربت كان تاني فالشحنات السالبة بعدت للخلف والشحنات الموجبة قربت فمجرد ما الشحنات السالبة بعدت والشحنات الموجبة قربت يبقى كده التوكانز انفصلوا وبقى الكان التاني ده مشحون شحنة سالبة وكان الاول مشحون شحنة موجبة طيب عندنا جسمين او نوعين من الاجسام جسم بنقول عليه وحاجة تانية بنقول عليه يعني عازل عازل كهربيا ويليكتريك كوندكتور يعني موصل كهربيا عازل يعني مش بيوصل الكهربا اللي تشارجز فيه مش بتتحرك بسهولة زي الجلاس زي الربر زي الوود الالكتريك كوندكتور اللي تشارجز بورتكيلز فيه بتتحرك بسهولة زي الكابر زي الألمانم احنا ما نجي نعمل نصنع جهاز الفيشة بتاعة الاجهزة في البيت بتكون ايه بتكون لازم تكون موصلة جيدة للكهربا لان مجرد ما حطها في المقبس بتوصل الكهربا للجهاز فاغلب الفيش اللي في البيت بتكون من الكابر من النحاس لانه موصل جيد للكهربا طيب جيب لي هنا جسمين يعني جيب لي هنا كونتينر فيه مية ويجيب لي كان فيه شحنات فمحتاج ان انا انقل الماء ده من الكونتينر المليء بالماء للكونتينر الفارغ بعمل ايه؟ لازم اوصل بينهم بحاجة عشان يبدأ ينتقل من هنا لهنا بوصل بينهم بالبيب دي او المصورة دي فالبيب بتبدأ الماء ينزل وينتقل خلال البيب وينتقل للكونتينر التاني ينتقل لحد ما هما الاتنين وصلوا انهم مبقى فيهم نفس الconcentration او نفس التركيز من الماء يبقى هنا الماء عندي ينتقل من الhigh concentration للlow concentration لحد ما هما الاتنين وصلوا انهم بقوا ايه بقوا equal concentration او تركيز متساوي تمام طيب هل كمية الماء اللي هنا قلت عن كمية الماء اللي انتقلت في التو كنتينر اكيد لا يعني لو عندنا ميت ملي من الماء انتقلوا بقى عندنا هنا خمسين وهنا خمسين نفس الكمية ولكن اتقسمت على طيب زيها بالضبط انا عايزة من هنا للكان التاني ده بوصل بينهم بماتيريال اه زي الواير او السلك عشان الشحنات تبدأ تنتقل من الكان الاول للكان التاني وهتبدأ تنتقل تنتقل لحد ما هما الاتنين يكونوا برضو عندهم نفس الكونسينتريشن من التشارجز تمام العملية اللي انا عملتها دي اسمها ايه اسمها او توصيل تمام او توصيل تمام بتنتقل من الكونسينتريشن للاير كونسينتريشن لحد ما هما الاتنين يكونوا ايكول كونسينتريشن اه فاحنا هنا عملنا كونسيرفاشن ليه للتشارجز اه اعملنا حفظه للشحنات لان الشحنات اللي كانت في الكان الاول ما قلتش ولا حاجة ولكن هي انقسمت على توكانز فقط فعملنا كده حاجة اسمها كونسيرفاشن او تشارجز تمام بعد كده عندنا عشان نعمل السيمبل سيركت ده الدرس التالت سيمبل سيركت ازاي بكون سيمبل سيركت او دايرة كهربية بسيطة الدايرة الكهربية بسيطة لازم تحتوي على اشياء اساسية لو انا توفرت عندي الحاجات الاساسية دي انا بقدر اكون دايرة كهربية زي ايه source of electric energy مصدر للطاقة الكهربية زي البطارية electric device زي جهاز يعني كهربي زي مثلا اللمبة light bulb عندي electric conductor موصل زي الوير وبعد كده ال switch انا وقف عشان اقدر اتحكم فيه غلق وفتح السيركت تمام عندي ال close circuit هي دايرة بتكون مقفولة يعني انا خلصت اعملت وصلت البطارية بالوير بالديفايس اللي هو ال light bulb ووصلتهم كلهم قفلت الدايرة الكهربية فاللمبة اشتغلت يبقى السيركت دي بتكون complete فالالكتريك انرجي بيحصل لها flow او تدفق خلال الوير فبالتالي بتشغل بتخلي اللمبة دي تشتغل تمام ال open circuit مثلا بتحصل امتى لو جيت قطعت السلك دا من النص كده فانا كده اعملت ايه اعملت open circuit ان انا فتحت ال circuit دي خلتها مفتوحة فبالتالي ما بتكونش complete فما فيش electric charge بيحصل له flow هيجي تشارجي تيحصل لها flowing كده فهتيجي عند الجزء المقطوع وتتوقف مش هتوصل لل light bulb فالlight bulb مش هتنور تمام يبقى closed circuit هي لسببت ان اللمبة تنور لانه وصل لها electric charges شحنات كهربية لكن ال open circuit ما وصل لها الشحنات فبالتالي ما نورتش تمام حركة الاجسام المشحونة او الجزائيات المشحونة دي بنقول عليها electric current او طيار كهربي يعني the movement of electrical charged particles الحركة بتاعة particles اللي هي المشحونة كهربيا بنقول عليه electric current يعني طول ما ماشي في الداية دي electric current او طيار كهربي بيسبب ان اللمبة تشتغل لكن مجرد ما قطعت الطيار الكهربي لما عملت ال open circuit يبقى انا كده قطعت الطيار الكهربي عن الجهاز فبالتالي ما اشتغلتش اللمبة طيب عندنا لما بنخلي او الدايرة الكهربية دي بتشتغل ازاي الدايرة الكهربية او ال simple circuit دي بتشتغل ازاي عن طريق قوة ال rippling و ال attraction ما بين ال particles يعني البطارية دي اصلا لازم يكون جانب فيها موجب والتاني بيكون سالب فالموجب بيحصل ما بينه rippling والسالب كمان بيحصل ما بينه rippling لكن الموجب مع السالب بيحصل ما بينه ايه attraction تمام يعني هنا rippling وهنا مع بعض لما يقربهم بعض بيحصل ما بينهم attraction فبالتالي rippling والattraction هي دي اللي بتخلي ال particles او ال electric charge يحصل لها فلو خلال الدايرة الكهربية عندنا factors او عوامل بتأثر على ال electric current او طيار الكهرابي زي ايه هو الفولتج احنا بيبقى عندنا البطاريات اه بنيجي مسلا نشتري بطارية واحد ونص فولت بطارية و120 فولت بطارية 200 فولت وهكذا ده ده اللي هو ايه ايه الفولت ده اللي احنا بنقيسه ده بنقيس بيه البطارية ده اللي هو ال electric potential energy difference between two places on a circuit بنيجي على مكانين في البطارية على مكانين على السيركيت ونقيس الفرق ما بين ال electric potential energy بينهم نقيس الفرق ما بين ال electrical potential energy فالفرق ما بينهم هو ده اللي كون لي الفولت تمام اه زي الفلاش لايت مثلا الفولت بتاعه قليل جدا ال hair دراير او مجفف الشعر الفولت بتاعه بيكون اعلى شوية وهكذا كل ما احتاجنا الجهاز اقوى كل ما كان الفولت بتاعه اعلى طيب في ال light bulb ال electric energy بتتحول من electric energy بتتحول لايه ل light energy او we thermal energy light عشان هي نورة اللمبة و thermal لان اللمبة بعد فترة لو هي شغالة بت اه بتنتج حرارة بتبقى سخنة فبالتالي electric energy الموجودة في اللمبة اتحولت ل light energy and thermal energy تمام طيب آم عندنا بعد كده ال electro magnetism آخر درس في في اول موديل ال electro magnetism طيب عندنا اول حاجة هيكلمنا على electric motor ايه هو الالكتريك موتور الالكتريك موتور اي حاجة بتعمل بروديوسينج موشن او بتنتج حركة اي جهاز بينتج حركة ده في لازم يكون فيه موتور يبقى الموتور هو ديفايس that uses an electric current to produce motion يبقى هو بيستخدم الالكتريك كارنت عشان ينتج ايه؟ عشان ينتج موشن او حركة تمام؟ زي المروحة المروحة بتنتج حركة الparts بتاعت المروحة بتتحرك فبالتالي دي لازم يكون فيها موتور اي جهاز بيتحرك بينتج عنه حركة بيكون لازم يكون فيه الموتور زي السيارة وهكذا فهنا من اسمه كده نوع بيحول الالكتريك current او بيحول الالكتريك انرجي لميكانيكال انرجي تمام؟ الميكانيكال انرجي دي هي اللي بتسبب ان الجهاز او اي جهاز ان هو يتحرك يبقى الموتور هو بيحول الالكتريك انرجي لميكانيكال انرجي واحنا لستقلين في اللايت بولب ان هي بتحول الالكتريك انرجي للايت انرجي السلك ده هو مرتبط بيروتاتين شافت اللي هو الجزء اللي بيلف بيحرك الموتور تمام؟ تاني حاجة مغنطيس تالت حاجة زي البطارية لازم يكون فيه بطارية تمام؟ ممكن يكون فيه كمان فيه اجهزة بيكون فيها الكميوتيتور ده الجزء ده اسمه كاميوتيتور تمام؟ الكميوتيتور ده بيعمل ايه؟ بيعمل ريفرسنج للكرانت اندى كويل بيخلي الطيار يحصل له ريفرسنج بيبدل الالكتريك كارنت فيبقى دي الاجزاء الاساسية للموتور اللي هو بيحول لي الالكتريك انرجي لميكانيكال انرجي ايه هي استخدامات الموتورز؟ بتستخدم زي مثلا سي دي بلايرز سي دي سي دي بيلف لما نحطه كده في المكان المخصص فيه عشان السي دي يشتغل لازم يلف زي الويندشيلد او الويندشيلد وايبرز الويندشيلد وايبرز اللي هي ايه؟ اللي هي المساحات بتاعت العربية بتتحرك برضو فهي فيها موتور تمام؟ طيب الالكتريك موتور بيديبند او بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على لو انا عايزة اخلي الالكتريك الموتور ده قوي بعمل ايه؟ يبقى انا لازم ازود البرمنانت ماجنات ازود قوته لازم ازود الولتاج عشان ازود الموشن هزود الحركة بتاعت الموتور لازم ازود النامبر اوف واير كايلز يبقى انا قوة الالكتريك موتور بتعتمد على تلات حاجات قوة البرمنانت ماجنات اجيب مغناطيس قوي جدا الفولتاج يبقى عالي الكايلز عددها يبقى اكتر كلما عدد الكايلز اكتر كلما كان الموتور قوي طيب نيجي لجهاز تاني اسمه الالكتريك جينيريتور الالكتريك جينيريتور ده بيشتغل اصلا لما ما يكونش فيه كهربا طالما ما فيش الالكتر سيتي وانا عايزة اولد كهربا يبقى انا الجهاز المثالي بنسبالي هو الالكتريك جينيريتور ليه لان الالكتريك جينيريتور بيستخدم الميكانيكا الانرجي الجينيريتور ده بيتحرك عمال يلف 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 بيدي حركة فكده هو الانيرجي الأساسية بتاعته ميكانيكل بيحولها لإيه بقى؟ بيحولها لإلكتريك انيرجي تمام؟ فهو الجينيريتر أصلا بيستخدم زي ما قلت لكم لما ما يكونش فيه كهرباء لأنه بحول الميكانيكل انيرجي لإلكتريك انيرجي عشان نقدر أولد كهرباء تشغل بقى النور تشغل الأجهزة وهكذا تمام؟ يبقى هو device that uses the magnetic field to transfer mechanical energy to electric energy طيب عندنا نوعين من currents عندنا direct current وalternating current direct current ده بيتحرك في اتجاه واحد فقط تمام؟ والalternating current بيغير الdirection بتاعه ببترن منظمة يعني بيغير الdirection بتاعه مش بيمشي في اتجاه واحد فقط تمام؟ طيب أنا عايزة أزود الcurrent عايزة يبقى عندي stronger current أعمل إيه؟ هيبقى عندي طيار كهرابي قوي فيه أربع حاجات بعملها علشان يبقى عندي طيار كهرابي قوي أول حاجة المغناطيس لازم يكون قوي جدا عشان يولد stronger current تاني حاجة الcoils لازم يبقى عندي coils كتيرة جدا عشان إيه؟ عشان يبقى عندي برضو electric current أو stronger electric current تمام؟ يبقى كلما زاد عدد الcoils كلما زاد عندي current تالت حاجة لازم حركة المغناطيس ده تبقى زيادة يعني الموشن بتاعة المغناطيس تكون زيادة يتحرك بسرعة جدا كلما تحرك أسرع كلما ولد عندي current أكتر آخر حاجة لما يكون المغناطيس موجود بشكل perpendicular شكل عمودي بيكون الطيار قوي لكن لو هو فقط شكله العمودي يبقى بشكل المائل ده فبيولد عندي weaker current يعني كلما كان بالشكل عمودي كده يبقى أنا عندي stronger current لكن لما يفقد شكله العمودي ويبقى بالشكل المائل ده فأنا بيبقى عندي weaker current تمام؟ كده الجزء الخاص بالهيكل أو الموديول أتمنى يكون الموضوع بسيط بالنسبة لكم إن شاء الله هكمل شرح باقي باقي الدروس واللي عنده استفسار هحط link telegram والواتساب في الديسكريبشن اللي عنده استفسار يسألني مفيش أي مشكلة شكرا مع السلامة